غرائب وعجائب التيك توك دخلت فيه وشفت العجب العجب على التيك توك هقولكم على حاجتين غريبة جدا بالنسبة لي الحاجة الاولانية ان فيه ناس لما قد يعني لما اعمل لهم دعوة ان يلعبوا معايا يرفضوني رغم ان انا عندي داعم او داعمين مثلا لكن افضلت افكر ليه الناس دي بترفضني ولما خش الاقيهم بيلعبوا مع ازبال ناس بيختاروا ازبال ناس ويلعبوا معاهم رغب الناس الزبالة اللي بيلعبوا معاهم دول ما عندهمش اساسا دعم فاكتشفت للاسف ان هما بيرفضوا يلعبوا مع المحترمين مش بس كده دا بيشيلوا الفولو من عليهم دا فيه واحدة وبنتها بدون ذكر الاسماء كانت عملالي فولو ولما يكون عندي داعم اطلب ان نالعب معها ترفض في الاخر اكتشفت ان هي شالت الفولو من علي ادي اول حالة عالم غريب وعجيب برغم ان انا بعمل احكام بس مش احكام ما بهزقش الناس اللي بلعب معاها في احكامي بيبقى احكام برضو ما فيهاش حاجة تلاقي الشخص القدامي النوع التاني بقى انا كان عندي حظر فانا افكرت فكرة كويسة ان انا اخش اشحن وفي وقت الحظر دا اللي هو اربعتاشر يوم وادخل ادعم الناس اللي محتاجة دعم قلت زي ما الناس بتدعمني انا ادخل ادعم عالتيك توك فكل يوم ادخل اشحن مثلا بتلتميت جنيه على حسب مقدرتين بيتين جنيه مرة اشحن بخلسميت جنيه فلقيت شخص اللايف بتاعه كله عبارة عن شحاته شحات رسمي شحات رسمي يعني بيخش يطلب مباشرة عاوز فلوس اشتري اه 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 متسكل عاوز اكل عاوز اشرب قلت ادخل ادعمه مش عشانه عشان عياله فدخلت فعلا أدعم هذا الشخص محبة فيه والله وأنا بتكلم معه على حاجة أخش على قد ما قدرت أدعمه وابتديت أتكلم معاه ويسألني واسأله بتاعه فتخيله فمرة دخلت ولسه بقوله سلام عليكم راح بديني بلوك فاستغربت طب أنا عملتي إيه ده أنا بخش أدعمك يعني ما خدتش منك حاجة ده أنت أساسا كحيانه ما عندكش أساسا أي دعمين ده لعندي دعمين أكتر منك فدخلت بصفحة تانية احتياطي ولسه بسأله انت يا حبيبي ليه بتعملي بلوك راح أعملي بلوك بدون سبب بدون أنا مش فاهم طب أنا بدعمك وبحبك فده فضلت برضو أفكر ليه الشخص ده بيعمل كده فعرفت إن ربنا غاضب عليه ومسلط عليه مين بقى مين نفسه مسلط عليه نفسه نفسه هي اللي تأذيه فكره هو اللي بأذيه الشيطان اللي رجبه هو اللي بأذيه مش الناس اللي بتأذيه لأ ده نفسه هو نفسه بيأذي نفسه تخيلوا السوشيال ميديا أو عالم التيك توك طبعا مش عاوز اقول لكم طبعا على البقية البشر اللي بتخش اللي هي 70% مرضى نفسيين. فهمين? ويخشوا يشتموا 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 بيرتاحوا لما بيشتموا او اه الغز بتاعهم بيأكلهم فيبتدوا يشتموا الشخص ما عرفوش يشتموه يخشوا باكاونتات ده فيه ناس بتخش بالافات الاكاونتات عشان تشتم ويتعمل لها بلوك وتخط طب ايه الفكرة? ما هو الشخص هيستمر برضو على التيك توك? او يعملوا صورة? يعني انا عاملين لي صور وحطين لي صورة بشعر وحطين لي كاتب لك ما عرفش ايه لازمته? ما هو ايه ايه انت بترتاح يعني لما تشتمني انت متضايق مني طب ايه سبب مدايقتك? غزك او حسدك? فانت اللي بتاكل نفسك انا عن نفسي بنام كويس وباكل كويس وباشرب كويس وعايش تمام. انت اللي تعبن مش انا. وهتخش وهاعمل لك بلوك تاني. عارفتوا بقى ان ده عالم غريب وعجيب. وانا دخلت فيه غلط. بس اضطريت ان انا خش فيه. هل انا احتياجي للتيك توك? او اعتماد كامل? لا. انا بشتغل. وشغلي اساسا شغل ميديا. يعني انا معايا يوتيوب من قبل التيك توك بخمس ست سنين. عندي صفحة. والصفحة الحمد لله اا يعني يعني موسقة. وبينزل عليها اعلانات. طيب هل انا ما بشتغلش? لا بشتغل عندي الستوديو بتاعي. اااا بيجي لي شغل. عامل كنتراتو مع شركات كبيرة اتصالات. واشتغل. طب ليه بخش التيك توك? بخش عشان لتحسين الدخل. لان مهما كسبت محتاج فلوس. لان عندي ااا اطفال وعندي مسئوليات. فمحتاج الزيادة. هل الزيادة عيب? هل هل لما زو الدخل عيب? لا مش عيب. ايه المشكلة? ما ده شغلتي. الميديا دي شغلتي. ده انا مهندس صوت. يعني الميديا شغلتي. بش انا واحد متطفل على الميديا. لا ده الميديا شغلتي. ولكن هل في استفادة من تيك توك? اه في استفادة من تيك توك. اول استفادة من الاستفادة المادية. تاني استفادة ان بتعرف على بعض الاشخاص الكويسين وعددهم قليل جدا. عددهم قليل جدا. طيب هل بيجي لي شغل عن طريق التيك توك? لا. ما بقبلش شغل عن طريق التيك توك. مهما كان. لا اصك في اي شخص على التيك توك. وما عرفش نيته ايه? لان معظم هم او معظم الناس اللي انا عرفوا الاصدقاء الشخصيين الكويسين ما عندهمش في تيك توك. بصراحة كده. يعني هما نفسهم بيخاف يخش على التيك توك. اه 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 ايه يعمل ان خوفك ما بيخافه. على على اموم انا حبيت اكلمكم عشان حاجة لازم اقول لكم عليها. ودي بتخصل فيه نوعية تانية طبعا ان انا فيه نوعية تانية برضو ان انا بقى لعب مع شخص. والشخص ده ما عملتلوش اي حاجة وفجأة شال الفولو. بسبب كلام الناس او الناس ابتدت ايه يعني تتغاز مني انا والشخص دوت. الشخص انا بحترمه. فبتدت الناس كل ما تخش اللايف بتاعه وتذكر اسمي غزبا عني مش انا اللي طلبت منهم. فالشخص ده طبعا اللي انا بحبه وبقدره وبتعامل معاه كاخ او كاخت. فبرضو شالت الفولو من عليا فاي حد هيشيل مهما كان مستوى. مهما كان الليفل بتاعه. هيشيل الفولو من عليا الاضافة من عليا هشيل انا كمان. اوعى تفتكر ان انا اتزلل اي حد. ما اتزلش لاي حد واعتمادي كامل على ربنا. وزا اي رزق بيجيلي فده ربنا اللي بعتولي. يعني انت لما تتدايق مني لما تتدايقش مني روح اقول لربنا ليه بتادي رزق لفلان وعلان. حسب ما تحسبنيش انا. حسب الاله اللي خلقه اللي اداله امر بانه انه يدعمني او ما يدعمنيش. ماشي? السلام عليكم.